موسيقى النهاردة حلقتنا كالعادة يوم الخميس حلقة مميزة جدا هنتكلم فيها وحتابع مع حضراتك ونتابع طبعا أخبار القرى العالمية هنتابع كمان أخبار سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا وقال دي لسه الموقف مشتعل لنجوم كبار جدا على مستوى البريميال ليج على مستوى الدوري الأسباني على مستوى كمان الدوري الفرنسي كمان عندنا النهاردة في حلقتنا حاجة مهمة جدا وان شاء الله هنتابع دايما مع حضراتك هنا في المحترف نقطة مهمة جدا احنا طبعا نهمنا كل لعبتنا المحترفين طبعا على رأسهم محمد صلاح والنني وكل الناس اللي بتشرفنا في الدوريات الأوروبية كلنا عارفينهم لكن كمان هنا ان شاء الله في المحترف هنبدأ بإذن الله كمان نعمل سبوت ونعمل يعني نتابع بشكل جيد جدا بعض لعبتنا المصريين المحترفين في أوروبا أو في بعض البلدان على مستوى كمان قرد أسيا ونحط الاسبوت عليهم ونبدأ نعرف حضراتكم عليه لأنه مهم جدا ويعني أكبر مثال أن عندنا لعبة مميزة جدا كان عمر مرموش طبعا يعني ظهر بمستوى أكتر من رائع كان مفاجأة لناس كتير جدا جدا على مستوى لعبه في البندسليجا ما كانش حد يمكن خرج من مصر ما حدش عارف الولد ده بيعمل ايه ويمكن وجوده في منطقة بمصر بيدينا كده ألارم بيدينا أن احنا عندنا مواهب كتيرة جدا وإحنا بس بنركز على النجوم الكبار لكن إن شاء الله هنا في المحترف هنركز كمان على الموهوبين دول لأن كان عندي أنا كمان على مستوى الشخصي تجربة شخصية كان استفان شعراوي استفان شعراوي كلام ده يمكن وأنا يعني بجمع المنتخب الأولمبي واسمعت إن فيه ولد مصري بيلعب في إيطاليا وتوجهت كان بيلعب في جنوى الإيطالي وسافرت له وتكلمتي معاه ويمكن كان قريب أو إنه هو يكون موجود في منتخب مصر لكن يعني هو قرر إنه يكون في منتخب إيطاليا تحت 17 سنة وستفان شعراوي دلوقتي أحد نجوم الدور الإيطالي فيه مع طبعا مورينيو في روما الإيطالي وزي ما بقول لحضراتكم هنركز قوي على النقطة دا لأن إحنا فعلا محتاجين نزود عدد محترفيننا المصريين بشكل كبير وفيه لعيبة مميزة على مستوى على مستوى يأهلهم إنه يكونوا في منتخب مصر موجودين في منتخب مصر إن شاء الله هنبدأ مع حضراتكم النهاردة فيه إبراز لعيبتنا المحترفة الغير ما بين قسين كده الغير معروفين ونبدأ نتعرف عليهم